السلام عليكم ورحمة الله متابعي غناة مشاريع زراعية اليوم ان شاء الله بصور ليكم فيديو عن التدلية العزوغ النخيل ان شاء الله الفيديو حتكلم فيو عن الزمن بتاع التدلية الفوائد بتاعت التدلية حنتكلم تاني بصورة عامة عن الطريقة بتاعت التدلية والادوات البتستخدم في التدلية بتاعت النخيل نتابع مع بعض حبي تصور ليكم من بعيد وبعد كده نجي عند النخيل ونشوف مع بعض بالتفصيل اشتركوا في القناة دي طبعا الطريقة بتاعت التدلية بتكون بنفس الطريقة دي طبعا التدلية الوقت بتاعه بيكون بعد ما يدقل العزق شوية تحول لسيمار نفسي هذي بعد كده بتعمل التدلية طبعا لازم يكون بيكون شوية شوية عشان ما تكسر العزق يعني بنفس الطريقة دي طبعا النخل انت بتخلي فيه والعدو طبعا من ستة وسبعة عزق كافية للنخلة الواحدة دي طبعا النخل البرحي يعني دي حوالي ستة او سبعة كافية ليه دي المرحلة الاولى بيتم فيه التدلية بتاعت العزق اللي هي بنفس الطريقة دي كده ويتربط دي كده لو واضح معاكم وبعد كده المرحلة التانية بتكون تخفيف وقص نفس هذا يتقص كلام اللي يطلع ويتخفف على النخل طبعا النخلة احنا خففنا عليه اصلا في البداية لو بتلاحظوا هناك عملنا عليه التخفيف وبعد التدلية حننتظر لحد ما يتلون التمر بعد كده حنعمل له التلبيسة حننرش اول شي الرشة بتاعت الغبار بعد التدلية على طول ان شاء الله الرشة بتاعت العناكب ده كده كان كامل الفيديو بتاعنا لليوم ان شاء الله الى اللقاء في فيديوهات قادمة وشكرا جزيلا شكرا جزيلا اشتركوا في القناة